السلام عليكم أعزائي طلاب صف الثالث متوسط وهي درس جديد خاص بأسئلة وزاري بالفصل الأول فقط رح نبدأ أول شيء بدأ الأسئلة النظري ورح نروح للمسائل نبدأ وهي أول موضوعي أنا بالنسبة للسؤال الأول ما الفائدة العلمية من الكهربائية الساكنة؟ واذكر بعض التطبيقات العلمية لها طبعا وزاريها جاي 2015 من أقول لك وزاري معنات جايب أكثر من السنة بس 2015 بس أنا أخلي لك سنة معينة جواب تستثمر كهربائية الساكنة في الكثير من الأجهزة وذلك بالاعتماد على الشحنات المتكونة على سطوح الأجسام والقوة المتبادلة بينها تطبيقاتها المرذاض أجهزة الترسيبة التي تستعمل في معامل الإسمنت للتقليل من التلوث البيئي وثالثا أجهزة رسنساخ ورابعا تثبيت مواد التجميل هل كل موجودة عدتكم بالكتاب السؤالي لي وراء هل يمكن لشحنات الكهربائية الساكنة أن تنجز شغلا؟ وزاري جيد 2014 جواب لا تنجز شغل لأنها سوف تتحرك وتصبح شحنات متحركة إذن شحنات الكهربائية لا تنجز شغل السؤال عدد طرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة قلنا جيد أنه 3 كذلك الوزاري هاي 19 و11 و13 جواب أولا شحن بطريقة الدلك وطريقة التماس وطريقة الحف سوف ترون أن أغلب الأسئلة طبعا انتبهوا على الأسئلة الفصل وهي منها جاي أسئلة وزاري واضح شباب؟ وبنات سؤال ما الفائدة العلمية من الكشاف الكهربائي وزاري 2011 و18 و19 جواب هو جهاز يستخدم في التجارب الكهربائية الساكنة لأغراض منها أولا نكشف عن وجود الشحنة الكهربائية على جسم ما ثانيا معرفة نوع الشحنة الكهربائية على الجسم المشحون نكمل حلول الأسئلة النظرية سأنا بعدني بيها وضح مع الرسم الخطوات العملية لشحن جسم موصل معزول متعادل كهربائيا بشحنة موجبة بطريقة الحف هاي وين راح ألقاء الجواب؟ جواب صفحة 14 من الكتاب تعالوا خروح نشوفها أعزائي طلاب بالنسبة للجواب هذا صفحة 14 الشحن بطريقة الحف تشرح له هاي الصفحة لزيان ليش شون شحن بشحنة موجبة؟ انت راح تقرب ساق سالبة شرح يصن عندك هنا شحنات مقيدة اللي هي الموجبة وكو شحنات طريقة اللي هي سالبة تذكر هاي الخطوات؟ وإجابتك إن شاء الله صحيحة هسا نجي نكمل على باقي الأسئلة مما يتألف الكشاف الكهربائي؟ وزاري 2019 و18 و12 مهم يعني أولا ساق مصنوعة من المعدن قرص معدنية أو كرة معدنية يتصل بالطرف العلوي للساق عفوا ورقتين أو شريطين رقيقتين من الذهب أو الألمنيوم تتصلان بالطرف السفلي للساق خش أب ورقة وحدة بس هي على الغاب أن تكتب ورقتين بعد صندوق من الزجاج أو المعدن أو الخشب دون نافذة زجاجية وسداد من الفلين أو المطاط في الجزء العلوي من الصندوق لعزل الساق والورقتين عن الصندوق هذا هو جوابك سؤال وزاري اشرح نشاط يوضح شحن الكشاف الكهربائي بالتماس أو التوصيل جواب صفحة 17 لنبع السؤال وزاري نفسي للصفحة اشرح نشاط يوضح شحن الكشاف الكهربائي بالحف وزاري 2013 وثلاث عشر هذا خمس عشر وست عشر وبعد أكثر وهذا ثلاث عشر ومينكوا على السنوات بلني جوابهم صفحة 16 من الكتاب وصفحة 17 تعالوا نشوفهم بالنسبة للشحن الكشاف اللي هو السؤال الثاني اللي وراه صفحة 16 وصفحة 17 تكتب للأدوات وخطوات النشاط وحدة وحدة ما بيهشي لا تخاف مو صعبة تخيل اللي سوينا بالشاشة تتذكرون تجربة مع الكشاف نفسية تتخيل طبعا مو اللي أفد مرة تكتبيها نصا أهم شي فكرة صحيحة بشنو يكون الكلام صحيح مجيبة من يمك هذا الخطوات وتكتبها الاستنتاج بسيط خلاص حصل الدرجة كاملة الروح اللي السؤال اللي وراه السؤال اللي وراه شي قول عندي لديك ساق من الزجاج وقطعة من الحرير وجهاز كشاف كهربائي زين كيف يمكنك شحن الكشاف الكهربائي بشحنة سالبة باستخدام هذه الأدوات وزارش وقت 2015 جوابك أولا ندلك الساق المطاط بقطعة حرير ليش حتى يظهر على الساق شحنة موجبة نقرر بالساق المشهون بشحنة الموجبة من قرص الكشاف الكهربائي المتعادل الكهربائيا ثالثا نلاحظ تناثر ورقة الألمنيوم مع الساق المعدنية للكشاف وهذا دليل على أن الكشاف صار مشحون يعني بشحنة مش شابهة فانفرجت الورقة زين عيدة تخلص ما سوي آني أربعة نصل قرص الكشاف بالأرض نقطع اتصال الكشاف بالأرض مع بقاء الساق مشحونة قريبة من القرص ويشحن الكشاف الكهربائي لأن إذا قطعت قطعت ايدك عن الأرض أو وخرت عفوا وخرت الساق المطاط و وقيت ايدك لا ما رح يصير لدي شحن ليش مصدر للحث ماكو الجسم مرتبط بالأرض صار متعادل كهربائيا فالحال شنو أبقل تساق المطاط وأوخر إيدي أولا وراها رح يصير عندي جسم مشحون نجي علل وزاري 2013 يزداد انفراج ورقتين الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عنده تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرصة ليش شحنة سالبة جسم مشحون بالشحنة السالبة أقربها شحصا عندي عملية تنافر فالجواب لاكتسابها شحنة متماثلة لشحنة الجسم الملامس متماثلة ومتماثلة يصير عندي تنافر سؤال وزارة 2014 ما الفائدة العملية من المرذاب سهل لصبق وطلاء السيارات وهو من تطبيقات الكهربائية الساكنة خلاص لي وراء شحنة كشاف كهربائي مرة بشحنة موجبة وأخرى بشحنة سالبة باستخدام أشحن كشاف كهربائي مرة بشحنة سالبة وشحنة موجبة باستخدام قضيب من الزجاج المتلوك بالحرير والمشحون بشحنة موجبة هنا أريدك تركز جدايب الإجابة وزاري هذا 2017 عندك زجاج هذا مشحون بشحنة موجبة أريدك تشحل الكشاف الكهربائي مرة موجبة ومرة سالبة شرح تسوي بيش هذا حتى شحنة بالموجبة بمعنى هو موجبة ولد شحن الكشاف موجبة لازم يصير عندي عملية توصيل ملامسة فإنه قرب قضيب الزجاج المشحون بشحنة موجبة من القرص الكشاف هل من بدون تلامس فالشيحصل عندي فينشحن الكشاف بالشحنة سالبة بالحث ينشحن الكشاف عكس شحنة الساق اللي قريبة من عنده بالتوصيل ينشحن الكشاف بنفس شحنة الساق الملامسة إليه فهنانه عند شحنة سالبة والقضيب الزجاجي موجبة صار عندي هنا عملية حث زين عند شحنة موجبة شا سوي وأنا عند الساق موجبة نجعل قضيب الزجاج المشحون بشحنة موجبة في حالة تماث مع قرص الكشاف ثم نبعد القضيبة يشحن الكشاف بشحنة موجبة من صار أكو تماس انتقلت شحنات الموجبة من صار أكو حث بقت الشحنات السالبة بس راحت الموجبة بعيد هذا هو جوا سؤال ما الفرق بين الموصلات والعوازل من حيث ارتباط الألكترونات بالذرة وحركتها وحركتها مع الأمثلة وزاري 2018 ثلاث نقاط الألكترونات ضعيفة الارتباط بالنواة وينها بالموصلة المواد العازلة الألكترونات قوية الارتباط بالنواة الألكترونات تتحرك بحرية؟ نحن لا لا تتحرك بحرية أمثلة أي شيء موصل حديد نحاس ألمنيوم المواد العازلة خشب زجاج ومطاب علل الوزاري تعليل الوزاري عدم انجداب قصصات الولق الصغيرة إلى ساق من النحاس القريبة منها المدلوقة بالصوف أو الفرو إذا مستكت باليد وذلك لأن الشحنات الكهربائية المتولدة على ساق النحاس بالدلك الممسوكة باليد قد تسربت من جسمك إلى الأرض عن طريق جسمك واضح؟ جسمك عبارة عن موصل كما شئت أنت بيدك بدون عازل خلاص تسربت الشحنات وراء طرعا ملاحظة إذا تعتمد على هذا الفيديو بالأسئلة الشهرية أضمن لك النجاح والدخول لأن لا يوجد سؤال بهذا الفصل إذا لم تجاب هنا وعلى أغلب الأساتذة يعتمدون على الأسئلة الوزارية سؤال إن جداب قصاصات الورق الصغيرة من ساق النحاس المدلوك بالصوف أو الفرو عند مسك الساق بمادة عازلة ليش؟ هنا عكس وزارة 2013 وذلك لأن ساق النحاس يمكن شحنها بالكهربائية الساكنة واحتفاظها عفوا واحتفاظها بالشحنات لفترة قصيرة إذا كانت معزولة سؤال وزارة 2014 ماذا يحصل لشحنة جسم المشحون عند إيصاله بالأرض تصبح شحنة الجسم تساوي صفر ليش نتيجة انتقال الإلكترونات من الجسم إلى الأرض يعني شحنة صفر يعني شحنة صفر معناة الشحنة متعادلة فأي جسم تريد تخليه متعادل كهربائيا أو أصل إلى الأرض سنجعل تعليل الوراق وهم مهم وزارة 2014 هواي سنوات الجاي تجهز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تلامس الأرض شنو السبب للتخلص من الشحنات الكهربائية الساكنة المتولدة من احتكاك النفط بجدران خزان والمجتمع عند السطح الخارجي للخزان وعلى هيكل السيارة والتي قد تسبب كارثة عند حدوث التفرغ الكهربائي زين نجعل ورا علل تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة أو السالبة عند إيصاله للأرض دائما نركز عليه هاي وزاري لأن الأرض مستودع كبير للشحنات السالبة فعند إيصال الجسم للأرض تنتقل الشحنات من وإلى الأرض ليتعادل الجسم المشحون الجسم المشحون ما نص قانون كولون في الكهربائية الساكنة مهم وزاري ذاكرا الصيغة الرياضية لهذا القانون القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين نقطيتين شبيهها ساكنتين تتناسب طرديا مع حاصر ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع البعد بينهما القانون ماتا F يساوي K Q1 Q2 على R تربيع وتذكر له F عبارة عن القوة K ثابت التناسب وهذا ثابت كولون Q1 Q2 هي الشحنتين والR تربيع البعد بينهما هذا تذكر له السؤال ما هو المجال الكهربائي وكيف نستدل على وجوده وزارة 2013 و2018 وهي سنوات المجال الكهربائي هو عبارة عن قوة كهربائية لوحدة الشحنة المؤثرة في شحنة اختبارية صغيرة موجبة شون نستدل على وجوده نستدل على وجوده بفرض أن لدينا شحنة نقطية موجبة في نقطة معينة وأن هذه الظاهرة تحدث في الحيز المحيط بها ها وهذه النقطة تحدث في الحيز المحيط بها تأثيراً يعرف بالمجال الكهربائي بعد ويختبر ويختبر المجال الكهربائي عند أي نقطة أعيد بواسطة الشحنة صغيرة موجبة تسمى الشحنة الاختبار توضح في تلك النقطة وتقاس القوة المؤثرة فيها لمعرفة مقدار المجال الكهربائي خلي نقطة اختبار نقطة موجبة نسميها نقطة الاختبار أو شحنة الاختبار حتى تستدل بها على المجال الكهربائي سؤال ما المقصود بمقدار المجال الكهربائي في أي نقطة في الفضاء ذاكراً العلاقة الرياضية مع ذكر الوحدات يا حوادث وزارة 2014 مقدار المجال الكهربائي هو القوة الكهربائية لوحدة الشحنة المؤثرة في الشحنة اختبارية صغيرة موجبة موضوع في تلك النقطة E يساوي F بالنيوتن وQ بالكولوم وهو E وحدة نيوتن على كولوم ما الفرق بين المجال الكهربائي بين الشحنة نقطيتين والمجال الكهربائي بين لوحين معدنيين مستويين متوازيين مشحونين بشحنتين متساويتين بالمقدار مختلفتين بالإشعار بالإشعار شنو بالشحنة وزارة جاي 2017 يا بعد العينين تبهوا إياي وافتح لي الأذنين المجال الكهربائي بين شحنتين نقطيتين يمثل بخطوط قوة تبدأ من المجاب وتنتهي بالشحنة السالبة هاي المن الشحنة النقطية من وإلى زيان المجال الكهربائي بين لوحين معدنيين يمثل بخطوط متوازية مع بعضها بأبعاد متساوية وتكون عمودية على اللوحين واضح إن شاء الله هاي هو إذا تتذكر الفرق بين مجال الكهربائي المنتظم وغير المنتظم هو هذا نفسي تلك اللي وراء وضح بالرسم تخطيطا للمجال الكهربائي بين شحنتين وتشابهتين إحنا نبالك يعني هذا عندك موجب هيش جوابك ترسم لدائرة موجبة ودائرة سالبة شبيهي متشابهتين عفوا موجبة فايش راح يصير رسمك با هاي تطلع من عدة وثينات الموجبات تريد ترسم ثينات سالبة بس الأفضل رسم ثينات الموجبات لأن هي تبدي من عدة وهاي اش راح يصير بيها بما أنه ثيناتين من الشابهات هاي صعند هنا عملية تنافر با هذا رسمك هذا يطيق عليه درجة من كل قلبة يطيق واضح هاي بين شنو مختلفتين عفوا متشابهتين هسا الروح المختلفتين هم جاي وزاري ما يخلوك يا وحدة واضح بالرسم تخطيطا للمجال كهربائي بين شحنتين مختلفتين سهلا تكتب الموجب وهاي السالب تطلع من الموجب تنتهي بالسالب حتى لو هاي كم خط واحد اثنية ثلاثة أربعة خمسة كل شيء كاف انت بس أهم شيء توضح الفكرة ما المقصود بالمجال المنتظم وزاري هذا يكتب كله وزاري هو المجال الكهربائي المتولد بين لوحين معدنيين مستويين متوازيين مشحونين بنفس المقدار أحدهم موجب الشحنة والآخر سالب الشحنة هسا خلصنا لأسئلة النظرية وين نروح نروح على المسائل الوزارية بالنسبة لحلول المسائل أول مسألة شحنتان قطيتان موضوعتان في الهواء مقدار شحنة الأولى ستة مايكرو كولوم والثانية اثنية مايكرو كولوم والبعد بينهما ثلاثين سانتيمتر احسب مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بينهما مبينة نوع القوة علما أن ثابت التناسب هو 9 في 10 و 9 نوتين في متر تربيع لكلوم تربيع نجيب الحل أول شيء لنكتب نكتب المعطيات نكتب المعطيات عندك شحنة الأولى نحولها ستة في عشرة وسناقص ستة كولوم لكيوتو ستة في عشرة وسناقص عفونا اثنيا في عشرة وسناقص ستة كولوم بعد سنتيمتر عشرة ناقص اثنيا صال عندك اثنيا في عشرة في عشرة وسناقص اثنيا 1 ناقص 2 سالب 1 ليه 3 في 10 سالب 1 هل سأشعر أطبق القانون F يساوي KQ1 Q2 على R تربيع ويساوي 9 في 10 9 في 6 في 10 السالب 6 في 2 في 10 سالب 6 ويساوي عوض الشحنتين هل سأشعر أطبق القانون R تربيع 3 في 10 2 ناقص 1 كل تربيع أجي أسهل ويساوي 9 في 6 في 2 في 10 أجي عندك 9 ناقص 6 ناقص 6 ناقص 6 على يمن على هذا 3 تربيع 3 في 3 9 في 10 وسناقص 2 9 ويساوي تروح شي يبقى عندك ويساوي 6 في 2 12 تمام في 10 الفوق شي يبقى من عندها ناقص 6 وناقص 6 ناقص 12 12 ناقص 9 هل سأشعر أطبق فإذا نجاو هو سالب 3 دني جماعت في 10 و 6 2 لماذا 6 2 صعدت الفوق تغيرت إشارته سيطلع الجواب ويساوي 12 في 10 و 6 1 و 6 سالب 1 والوحدة نيوتن واضح إن شاء الله شباب بهذه الطريقة خلصنا السؤال الأول تعويض مباشر كل اللي عليه بينت المعطيات هسا أجي للثانية شحنتان كهربائيتان نقطيتان متماثلتان قوة التنافر بينهما تساوي 9 في 10 و 7 عندما كان البعد بينهما 10 سنتيمتر احسب مقدار شحنة كل منهما نحن نرى كل سؤال هي أكو هواية أسئلة وزاري هل تفهمني هواية أكو أسئلة وزارة عن مسائل بس أنا أخذت طريقة كل واحدة هكي هكي طريقة تطبيق مباشر يجيك طريقة ثانية لا الشحنة مجهولة هسا نرى الطريقة الثالثة لا الار مجهول نجيهن واحدة وحدة هسا يريد مقدار شحنة كل منهما سهلا أول شيء يكتب المعطيات مثل ما قلنا أول شيء قوة التنافر الأف ها نعم تعالي بعدنا ما نكمل مبينة نوع القوة نوع القوة شنو هنا موجب وموجب القوة تنافر هي قوة تنافر دائما نشوف انتبه على الوحدات موجب هنا موجب هنا رأسنا نخليها قوة تنافر إذا سالب وموجب خليها قوة تجالب نرجع نكمل وصلنا هنا للمعطيات الاف اشتساوي تسعة في عشرة وسناقص سبعة نيوتن البعد بينهم واحد في عشرة وسناقص واحد ليش حولناه من السنتيمتر للمتر هسا أجي أطبق المجهول كيو وان وكيو تو أجي اف يساوي كي كيو وان كيو تو على آر تربيع وملاحظ هنا شنو الكي ما مطين يا لازم شنو أنا حافظة شريد آني أريد لكيو وان وكيو تو طرفين في وسطين رح يطلع لهذا القانون كيو وان في كيو تو يساوي F آر تربيع على كي واضح؟ إن شاء الله وتساوي لأف مطيك إياها تسعة في عشرة أس ناقص سبعة في البعد عشرة أس ناقص واحد كل تربيع على الكي تسعة في عشرة أس تسعة واضح إن شاء الله إن شاء الله وتساوي هاي وي هاي تروح شكو عندك عشرة أس ناقص سبعة تمام بعد عشرة أس ناقص واحد لكل تربيع صير ناقص اثنين هاي تسعد لفوق شا صير ناقص تسعة جماعة العشرات خليتين وحدة والأسس مالتين ترهت أجمع ويساوي يهاي هاي لكيو ون كيو تو ناقص سبعة وناقص اثنين ناقص تسعة وناقص تسعة عشرة رس ناقص وثمون تربيع والوحدة هي كولوم تربيع احساب مقدار شو حنة كل منهما يعني شا احتاج هسا اطلع شو حنة كل وحدة شلون باوالي هسا اجي تطبيق مباشر لكيو ون في لكيو تو تساوي الاف شقد تسعة في عشرة وثناقص سبعة في عشرة اللي هو الار تربيع وثناقص واحد لكل تربيع على كيو تسعة في عشرة بس تسعة هسا شا سوي كيو ون هنا لا تختصر الباقيات بزني هاي وهاي وديهم يساوي عشرة وثناقص تسعة حيصر هنا ليش أستاذ احنا هاي التربيع حصر ناقص اثنين وناقص سبعة ناقص تسعة على عشرة وثتسعة يعني أستاذ شنو معناته معناته هنانا رح تكون عندك يؤدي إلى لكيو ون في لكيو تو تساوي عشرة أس ناقص تسعة كولوم في عشرة أس تسعة همسة بتسعة كولوم هتقول لي الروحين على المسألة اللي وراها أو الطريقة اللي تجي بالوزارة وراها وضعت شحنة كهربائية نقطية موجبة مقدارها تسعة في عشرة وثناقص سبعة من شحنة موجبة أخرى على بوعد عشرة سنتيمتر فأثرت الشحنة الأولى على الشحنة الثانية بقوة مقدارها سبعة وثنين نوتن احسب مقدار الشحنة الثانية وهذا وزارة يعني شنه هسه يريد كيو وحده بس نطلع سهلا ما بيه شي كل الحل اللي نسوي نكتب المعطيات كيو ون تساوي تسعة في عشرة وثناقص سبعة الار جت واحد في عشرة وثناقص واحد متر دائما بنشوفها عشرة طه في عشرة وثناقص واحد أو ثلاثين ثلاثة في عشرة وثناقص واحد فأثرت الشحنة الأولى بالشحنة الثانية بقوة مقدار سبعة وعشرين نيوتن احسب مقدار الشحنة الثانية لكيو وثو مجهولة هسه شا سوي اطبق القانون اللي رئيسي اللي يعرفه كي كيو وان كيو تو على آر تربية شقنا لكيو وان شريدان ذن ثلاثين شبيهن صفلي كيو تو وين يجن يجن هنا بالمقام والأف والآر تربية سوية خليهن هنا واضح شون سويتان هنا عملية طرفين في وسطين واللي بصف المجهول خليهن بالمقام ويساوي هسه طبق الأف جيد عندك تسعة في عشرة سبعة وعشرين نيوتن في الآر تربية نسويها رأسا عشرة وثناقص اثنين اللي هي عشرة وثناقص واحد كل تربية عشرة وثناقص اثنين على الكي الكي تسعة في عشرة وستسعة في الكيو وان شكرا تقلنا تسعة في عشرة سناقص سبعة سناقص سبعة ويساوي لسهولة الحل تسعة بيها واحد سبعة وعشرين اشجد بيها بيها تلاف صح لا لا صحيح اكتب تلافة في عشرة بس ناقص اثنين على تسعة في عشرة تسعة ناقص سبعة انت هواي خطوات تقدر تختصرها بالامتحان مثلا هنا بيها تلافة بيها واحد هنا بيها جقل بيها تلافة بس احنا لسهولة الحل اذا فهمك انها حاليا ما دعمت احنك ويساوي هاي بيها واحد هاي جقل بيها بيها تلافة نجيها سعر هنا واحد على تلافة صح؟ صحيح استاذ بيها أعشرة بيها 10 و 2 ناقص اثنين هاي جيد بي 10 و 16 اجيها اقسم شا комментарمن استاذ واحد على ثلاثة واحد كمل ثلاثة ما به عشر عشرة كمل ثلاثة بيها ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة بيها واحد ثم راح يصدر عشرة كمل ثلاثة بيها ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة هاي الحظات تستمر 3.000 فش سموتها تختار بس 2 0.33 في 10 هاي يصل لفوق ناقص 2 و ناقص 2 ناقص 4 تريد تبقي هيتش و الوحدة 20 و كولوم ماكو كل شكال تريد لا سويها و يساوي 3 0.3 قدمت مرتبة شسوي أضيف سالب 1 10 ناقص 5 كولوم تريد بعد لا و يساوي قدم بعد مرتبة 33 في 10 أو سالب 6 كولوم اللي هي المايكرو كولوم هاي صح هاي صح هاي صح أي وحدة أنت تعجبك واضحة شاء الله شباب أي وحدة منهم أنت تعجبك هاي طريقة ثارثة تجيك بالامتحان الطريقة الرابعة شون تجي يريد البعض شحنتان نقطيتان أحدهما 4 في 10 و 2 ناقص 6 كولوم والأخرى 9 في 10 و 2 ناقص 6 كولوم قوة التنافر بينهم 90 ناقص احسب مقدار البعد بين الشحنتين علمان أن مقدار ثابت كولوم يساوي 9 في 10 و 9 ناقص متر تربيه على كولوم تربيه الحل الطريقة ما تكشف ماذا ستحدث؟ المعطيات أطلع المعلومات البالي وما أحل البالي هنا أحل بالورقة أول شيء Q1 4 في 10 و 3 سالب 6 كولوم Q2 9 في 10 و 3 سالب 6 كولوم قوة التنافر قوة التنافر 90 ناقص الـ R هو يريده مجهول والـ K مطين 9 في 10 و 9 ناقص 6 كولوم في متر تربيه على كولوم تربيه أنزل القانون كما هو اللي حفظه آني K Q1 Q2 على R تربيه شاريد آني؟ أريد R تربيه يلا بلا طلع إلى R تربيه اشتو ساوي؟ طرفين فيه وسطين F هاي وياها تنزل بالمقام يبقى لهنا K Q1 Q2 زين السؤال أنا أحتاج R تربيه لا أحتاج R أحتاج بس R فاش أسوي هسا بجذر الطرفين؟ شا رح يصر عندي؟ هاذا القانون تستخدمه إذا أريد تطلع R R يساوي تحت الجذر K Q1 Q2 على F هذا هو القانون المنتج اللي رح تستخدمه هسا أجي أطلعه ويساوي تحت الجذر الكيش قاد 9 في 10 أس 9 في الكيو ون نشقاد 4 في 10 أس 6 الكيو 2 9 في 10 أس 6 على القوة 90 نعم متقديم؟ شوفوها رجع شوفوها هنا ها 90 صحي ويساوي إياها مع زوزة البقاء والعين شكنا شنساوي 9 في نجيب لأ القوة موحد 4 في 9 في 10 اجمع للأسات 9 ناقص 6 ناقص 6 على 90 هاي بيها 1 هاي بيها 10 صح لا لا صحيح هسا أجي أكمل بعونا أكمل بس هفح لي وراه صار عندي هنا ر يساوي تحت الجذر هاي صارت 1 في 4 في 9 في 10 والسالبة 3 ليه اش ناقص 6 وناقص 6 ناقص 12 12 ناقص 9 3 بس هان عندي 12 شارتها سالبة سالبة 3 اجي على هنا 10 اللي هي بقت عندي هس ما عليك انه بس ضرب واتطلع ناتج ر يساوي تحت الجذر 4 في 9 36 في 10 وسناقص 1000 خوش بس هنا شا هساوي في 10 وسناقص 1000 أصعدها لفوق طالي في 10 والسالبة 1 هنا كان موجيب 1 أصعدها صار سالبة 1 الار تساوي تحت الجذر 36 في 10 وسناقص 4 الجذر 36 6 في 6 36 إذن ناتج ما تهنا نعم 6 في 10 وسناقص 2 هاي شلون ناقص 4 مثل ما تعودنا على 2 جذر تساوي لسالبة 2 والوحدة ما أنساها شنو وحدة من المتر هذا هو حنة للسؤال أو الطريقة الأخيرة التي تأتي بالوزاري وبنهاية هذا السؤال قررنا أن نكمل الفصل الأول نلقاكم إن شاء الله بكوكب الفصل الثاني سيروا مستعدين مع الفسلامة فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة نحو المعرفة